أهلا بحضراتكم في آخر فقراتنا النهاردة في المحترف مع التحليل الفني والتحليل عبر الأرقام من خلال طبعا نجمنا ونجم التحليل العالمي محمد الباز اللي برحب به النهاردة معنا في المحترف مساء الخير يا محمد مساء الخير كافريني نورنا نور حضرتك دائما كده بتجيب لنا الكل جديد وكل مميز والنهاردة جيب لنا بقى الكريمة بتاعت الترطة بنتكلم على جارديولا والسيتي وإزاي الشغل داخل الملعب الشغل التكتيكي الشغل على المستوى اللعابين على مستوى التمركز فمحضر لنا النهاردة بقى بالنسبة للسيتي احنا السيتي دائما يعني مع بيب جارديولا العبقرية كلها الانوفيشن مصطلح الابتكار ده يعني اللي بيطبقه بشكل هايل جدا ممتاز جدا هو بيب جارديولا بيقوله في مدرسة خاصة للجارديولا يعني مدرسة خاصة من ساعة ما كان موجود في برشلونا واي نادي بين هذه المدرسة حتى لو كانت مختلفة شفنا لما راح حتى البايرن وتعرف الكرة الألمانية وانت ألمانيا وعيش في ألمانيا كثير ليها طبع خاص وكان من انتقادات كثيرة جدا في الأسبوع الأول والتاني لكن قدر يطبع مع مدرسة ومع حتى الكرة الألمانية فعايزين نعرف سر جارديولا ايه؟ أسرار مع جارديولا فيه أسرار كبيرة جدا مبدأين في البداية حابين نقول أن الزحام اللي بيحصل والتنافسية الكبيرة في الدورة الانجليزية في الموسم الحالي مش بس بقى دلوقتي فرق نقطة واحدة بين اللي بربول والمان سيتي لا ده على مستوى الأرقام بكل أشكالها سواء كان من ناحية الهجومية من ناحية الدفاعية من ناحية البساط من ناحية استقبال الأهداف من ناحية الكلين شيت فيه تنافسية شديدة جدا ما بينهم عايزين نكشفها برضو قبل ما نخش في التاكتكس ونباية الكلام ده يعني هو مش مجرد نقطة لكن كمان على مستوى الديتيلز بالنسبة لكل الفرقتين إذا كان اللي بربول أو المان سيتي صحيح